السلام عليكم جماعة الخير اليوم عن هذه السيارة الجميلة اللي اسمها ال اودي ايترون جي تي ار اس سيارة خرافية وتخيلوا ما راح تكلفك مليون درهم يعني السيارة حقها 551 311 درهم بسوقنا هون بالامارات واكيد ما تنسوا اذا حابين تعرفوا كل شي عن ال ايترون جي تي تفاصيلها مميزاتها مواصفاتها او اي شي من سيارات اودي كل عليكم تعملوه تروحوا على موقع يلا موتر وتتصفحوا كل المعلومات اللي بتحتاجوها طبعا من اول اشيه هتلاحظوه بالسيارة لونه هذا اللون بسموه التاكتكال جوين اكيد عندكم الوان تانية سوف اعجيكم هون عن البروشور كما تشوفوه بس هذا اللون صراحة رهيب من اول شي كما هتلاحظوه بالسيارة انه فيها عندكم كمية كاربون فايبر مش طبيعية يعني بيكون مكان بالسيارة اولتها هذا الديفيوزر اللي هو اعتبر مزيف بالصراحة شكله حلو لما تشوفو من وره وكمان صغف السيارة كله كاربون فايبر هلا شكله حلو بذبول لك انه بيخصر لك وزن الاشيه بصراحة انه ما بيعمل الفرق الكبير يعني والمرايات الجانبية واخر شي فتحات الهو الموجودة هون اللي هي عنجات فعالة وكتير بتساعد واخر شي الجزء اللي تحت الباب هذا على السكيرت كله مغطط بالكاربون فايبر صراحة ولا اجمل وشالي تاني كمان السيارة اللي تكون على صراحة عالية عندك السبولر اللي هون بتطلع شوي شوي صراحة اودي ما قالونا على اي صراحة بالضب بس شكرا جميل ومن الاشياء اللي حتلاحظوا اكتر شي بادي السيارة لما تكونوا وراها بالليل انه عندكم الضوء الخلفي الطويل بيبلش من هون بنوح للجحل الثاني والأضوية اللي داخلها عطيك مثل هاك ثريدي افكت صراحة شكلها جميل مساحة التخزين صراحة اكتر من كافية بس فتحتها هي بس كبستنزل على الريموت وعندكم هون تلتمين ستوستين ليتر صراحة اكتر من كافية ومش نسكر الصندوق بس كبستنزر هون وبكل نعومة هندسة اودي يأخي السيارة جميلة وبمعنى السيارة كهربائية فما عندك محرك هون فكمان عندك مساحة تخزين زيادة هون خيرو ارجيكم وان الزر تبعوا لها شوية غريب مكانه بس كابست الزر هون ويفتح مساحة التخزين عندكم هون واحدة ثمانين ليتر وصراحة حدينك هون كابلات للشارجة اودي فكل اللي ببادكم عشان تحتموا بها السيارة واللي بضيف لجمال السيارة هون ورا شوفوا الكتاف العريضة اللي عندها بحسها داخلي عالجيم روعة اما عجلات السيارة فالعجلات الامامية عرضهم 265 على جنوط 21 انش ورا فالعجلات عرضهم 305 كمان على جنوط 21 انش بيعطوا السيارة منظر رهيب من ورا بسبب عرض العجلات روعة اما الصادم الامامي فمتل ما انتم شايفين عم بيجي بلون اسود لامع بس حلو انه فيه هيك تدخيل شكل ثلاث الابعاد هون قدام بيضيف كمان لشكل السيارة الإضاءة الامامية شوفوا الشكل طبعا شكل وإضاءة رهيبة لحتى تشحن بطارية السيارة عندك فتحة شحن هون وكمان فتحة ثانية على الطرف الثاني لحتى تسهل عليك الكابل يكون من هالطرف ومن هالطرف حسب مكان الشحن اللي انت فيه البطارية اللي عنا على السيارة قويتها 93 كيلو واط وبتعطيك مدى قيادة بوصل 455 كيلو متر طبعا هذا اذا كنت عم تسوقها يعني بوضع افشنسي وهيك بهدوء بس فتحة السيارة تلاحظون الداخلية يعني داخلية اودي الاساسية العادية اللي دائما بتلاقوه بكل سيارات اودي بس حتلاوي انه فيه ترشات بكل مكان يعني يمثل هون عندك الطابلون وكمان على الباب الموجودة هون شاشة ترفيه ما تغيرت مثل تبع كل ال اودي عندكم اشياء الاساسي اللي هي الميديا البوتوث الابل كار بلاي والانجويد اوتو وشالة تانية كمان المقاعد كلهم باكت سيد صراحة شكلهم جميل انا حبيت هذا الجلد كيف نازل هون من هذا الاسود واحد الشي عندكم هون علامة الار اس اللي فعلا انت تحس حالك مش بأي سيارة اودي ومن اهم الشي اللي تحسك فعلا انت بسيارة ار اس من اودي عندك المقود كله مغطى بجلد ومبقع بحفر وعندك سطحية المقود جاية بهذه الطريقة صراحة ولا اجمل هتلاحظ مثل سيارات الار اودي دامن بيكون عندكم ثلاث شاشة بتكون وحدة هون وحدة هون والشاشة اللي تحت بتكون هي بتتحكم بالتكيب انا صراحة ما عندي مانع تكنولوجيا حضارة شي جديد بس هدول الاشياء انا لما يكون ازرر احسلي ما بعد فلاش بحبهم اكتل ممكن تكون ركز بالسواق خلاص بتعرف هون الزيب تق 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 خلاص امورك طيبة وطبعا هون سيارة هربائية ما فيها جير بوكس فهم مش لتتحكم ب سرعات الجير ولكن هن تتحكم فيهم بادي قوة اعادة الشحن بالسيارة فكل ما بتضغط على الناقص انت بتزيد اعادة الشحن فبصير السيارة لما ترفع اجرك عند واسل التسارع بتصير السيارة تباضع بشكل اكبر وتعيد شحن البطارية بشكل اكبر لما تضغط على الزائد هذا بقل وبتعطيك السيارة قوة اكبر من البطارية وقدامك كسائق متل اي اودي تاني عندنا الهيبرائي من افضل الشاشات اللي بتبدل لوحات العددات خاصة بالاترون يعني الدقة عليها والوضوح عالية جدا ومع كمية الهدوء كونها السيارة كهربائية داخل مقصرة بالدقة يكون رهيب وبالاودي اي ترون عم تحصل عليه من شركة بانج ان اوليفسن وحبت شغلة صغيرة الطريقة اللي بتعلي فيها الصوت بهذا النظام الصوتي في عندك هون هيك دائرة صغيرة عن طريق اللمس بتدور ايدا هيك وتعلي الصوت وبتوطي بسرعة وكمان من الأشياء اللي حبيت تصميمهم طبعا احنا ما عنا جير هون ولكن عنا بدل الأزرار لحتى تحط ريفرس ودرايف في عنا هيك مقبض صغير شوفوا تقدر تحط ريفرس وتحط درايف فيه بهالطريقة حركة حلوة من اولي المساحة هون صراحة ما توقعت انا مريحة كتير اللي عادة بالكرسي مريحة وعملين هون هيك يعني دخلي صغيري بتصميم الكرسي اللي قدامي لحتى اقعد كمان مرتاح اكتر وكمان الركاب هون عندهم منطق التكييف من فصلي لالهم وكمان اكيد الركاب عندهم اثنين حاملات اكواب هون بالخلف بمسند اليدين بسيارة فى عندكم ثلاثة موند اللي كومفورد وعندكم الداناميك اللي هو بحول سيارة كله الوحش بس في شي غريب فيها انه كل سيارات الودي راس ديمير بيكون زر الاراس هون وحول لك سيارة الوحش بس هى عندكم هون درايف سيلكت اللي بيكون تحت فى تحولها من افشنسي كومفورد ودناميك اللي هو الاراس مود باختصار انشاء الله ثاني قوة السيارة 598 حصان بس في عندك شي اسمه البوست مود هذا البوست مود انت بكون دائس بجيلك لمدة سانتين ونصف بحول السيارة 646 حصان يعني طلقة وخيني ورجعكم ماذا قصدي هل سيارة ديناميك بس دعسد بنزين السيارة مش طبيعية شباب السيارة مش طبيعية يمكن هى اول مرة بسوق سيارة كهربائية بس بمعنى الكلمة فيه شعنة ثانية كمان انا مسميها كول المهنسين الالمان هدول شو عملوا لان ما عندك صوت محرك حطين لك صوت بالسفيكرات فشو لما انت بتصرع تسمع ميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مع انه السيارة عم تيجي مع طبقتين للزجاج دبل غليزنج واودي طبعا معروفة بعزل الصوت الرهيب داخل المخصورة لكن بسبب انعدام صوت المحرك والعجلات العريضة جدا في عنا صوت داخل مخصورة السيارة جاي خاصة من العجلات وكل ما تسرع كل ما بزيد الصوت لداخل المخصورة ملاحظة ثانية كمان الرؤية بالمرأة الخلفية شبه معدومة يعني شباك اللي وراك كتير صغير ولكن يمكن هذا شيء مع كل هالتسارع الرهيب بالإيترون ما يهمك لأنه هذول اللي وراك شو بدك فيهم تركهم وراك وطير شغلة ثانية لما تتجاوز وبدك تطلع على النقطة العمياء هون جنبك بسبب عرض العمود هذا الموجود هون الكبير يعني بتشوفه أكتر من السيارة اللي جنبك ولكن احنا أكيد عنا تنبيه كتير واضح على المراية الجنبية للنقطة العمياء المعروف من أودي صحي التسارع بالسيارات الكهربائية عن جد يعني هو اختبار وإحساس مائل ومثيل ولكن هو مثل كأنك عم تاكل أكله وأنفك مسدود يعني بتحس في شي ناقص أنا راح أشتاء لأصوات المحركات بعرف هذا المستقبل بصراحة أشتاءها صراحة شباب رائع السيارة أنا مش من الناس اللي بكرح سيارات الكهربائية يعني هذا المستقبل خلص السيارات المستقبل حتصير أغلبيتها كهربائية بس صراحة لو أنا كنت عندي فلوس وكنت إنسان غني أول سيارة بشتريها هذه الأودي صراحة أحلى سيارة كهربائية شفتها للحين أحلى وحدة بكل معنى الكلمة حبيتها ولو أنت عندك فلوس تخيلك هذه السيارة شوفوا أنا شخصيا ما كتير من عشاق السيارات الكهربائية لأنه عم بحسوا عم بياخدوا شوي من متعة سيارات أنا بحبها ولكن إذا بدك تحب السيارات الكهربائية الـ E-Tron GT هي بالتحديد السيارة اللي راح تخليك تبلش تعجب بالسيارات الكهربائية وتحبهم وكل عادة أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا اليوم ومنشوفكم تجارب قادمة إن شاء الله ومع السلامة موسيقى